نستعرض معنا عنوين الصفحة الأولى من الصحافة التركية البداية مع صحيفة مليات التي تناولت انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية القمة بدأت بالأمس لمناقشة قضايا المناخ والبيئة يشارك فيها قادة من دول العالم وممثلون لمئة وتسعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الصحيفة أشارت إلى أن القمة تتعرض لانتقادات واسعة من نشطاء المناخ بسبب عدم انتزامها بالقرارات المتعلقة بحماية البيئة ولكونها تجري برعاية بعض الشركات التجارية التي تخلف كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية المتسبب الرئيس في تلويث البيئة وفي صحيفة بوستا نقرأ خبرا عن إجراء سباق ماراثون إنكولاي إسطنبول على جسري الخامس عشر من تموز والذي يحمل لقب الماراثون الوحيد العابر للقرارات في العالم فاز في النسخة الرابعة والأربعين من ماراثون إسطنبول الرياضي الكيني روبرت كيب كيمبوي وحصل على المركز الأول بقطعه مسافة تجاوزت 42 كيلو مترا بزمن قدره ساعتان وعشر دقائق وثماني عشرة ثانية ورغم فوزه بالمرتبة الأولى فإن الرياضية الكينية فشل في تحطيم الرقم القياسي السابق للماراثون الذي بلغ ساعتين وتسعة دقائق واثنتين وأربعين ثانية الختام من صحيفة ييني شفق التي تناولت خبرا من مدينة بورسا العاصمة الثقافية للعالم التركي حيث افتتحت فيها الدورة الثانية من مهرجان كورتكو آتا للسينما التركية والعالمية مساء أمس بحضور العديد من الشخصيات السينمائية والفنية البارسة يقدم المهرجان هذا العام 52 عملا من 17 دولة تتنافس على 16 جائزة من 5 فئات أشارت الصحيفة إلى أن فيلم مصير المرأة للمخرج الأسباكي ديل مورد ماسيدوف اختير كأفضل فيلم في المهرجان